ورجعنا لكم بهلاوهلاو في المناة التحقيق النهار سلام عليكم بنبدأ بشخص اسمه هالي هو شخص بيعمل للناس واكب بس بمقابل مادي بيلاقي واحد بتاعيال صغيرة فبيروح له تك تك هاي البورنس ده ويدربه يقوله قوعتيج جنب قصيرات تاني اما الشخص الاخر اسمه مارتش يا باشل ما يقول حلو ده ده مخبر خاص بس من كتر ما هو مش مطلوب بيجيله انحس القضايا لناس عجوزة بيروح لوحده منهم وبتقوله انا زوكي مختفي ما شفتوش وخايف عليه فايسله واختفى امتى؟ بتقوله ساعة اممات وقت الجنازة كده اظل وصلت اولا هيلي بيروح لزبونة جديدة واسمها ايميليا فبتقوله فيه ناس بتتعقبني فعايزاك تبعيدهم عني وبتدي له ورقة مكتوب عليه اسم مارتش والفلوس وفي الناحة التانية مارتش فعلا بيعض يسأل الناس على ايميليا بس ما بيلاقيش اي اجابة من اي حد فبيروح متخفي هو بروفاشنال بقى ويحط حاجة على ايده عشان ما تتجرحش ويكسر الازاز الخرب بتغبق ما بتحضرتك ويقع ويروح للمستشفى الحمدالله على السلامة يا بروفاشنال بنسمع في الراديو ان في قضية الموت الممثلة الاباحية الرشيكا مستي ولسه بيتم التحقيق عنها لانهم بيقولوا انها ماتت نتيجة انت حر هيلي بيسحم النوم ويزبط نفسه ويقعد كده يفتكر لما مراد وقالت له في مرة جاك انا بعمل قفة مع موك اوه يا وسخة ينزل بقى ويروح للعنوان اللي اميليا ادتهله يا مرحبا يا ابن المجنونة ايه ده فهاني بيرميه كده ويقول له بص حب انا جاي ووصل لك رسالة من اميليا واقول لك اوه عتيجي ناحيتها تاني وما تدورش عليها خلاص يا عم مش عايز ادور عليها تاني اعتبر الموضوع ده انت طب حلوه اوي السرعة ده وسألك سؤال اخير عايز تعرف ان اوظفني يا ابن اللاعيبة يلا يا حنا عملها بالطريقة السهلة او بالطريقة اسمها جلين واحدة عجوزة قالت له ادور على بنته اختفت سيبنا قوم كده يعني بماني قلت لك كل المعلومات خد يالقاطين يا بشكلك تقريبا بقى الرسالة موصلت لك شو كويس خلاص بجد وصلت لي دلوقتي فهمسك بقى درعه الشمال هلي بيرجع بيته بقى واول ما يوصل يقول له احنا مندور على اميليا ويضربه على رأسه ويغمع عليه مارش بيروح لجلين ويقول لها معلاش حاجة مستي بنته اختك فعلا ماتت وهي تقول له ايها معلاش انت انا شفتها بنفسي وقدم شباك بيتي بعد الحسن اللي قلت انها ماتت فقول لها يا حاجة ابوز دماغ والدتك الله يرحمها القضية دي مهمة جدا عشان مقتن وممثلها مشهورة قوي والطبيب الشرعي قال انها مستي فعلا فازاي بيتقول انها عايشة وجدت اغتلني فلوس زيادة وقلت انك لاتها لا انا قلت اني لقيت واحدة شبيهة لي اسمها اميليا بس تلعت من الشرية فجلين بقى تترجع وتقول له حشان خطري يعني بحث عن اميليا اكتر حشان حسن انها هي وهديك فلوس زيادة فيوافق نرجع لهيلي والناس اللي معاه فيعودوا يستجوبوه ويقولوا فين اميليا وهو يقول انا ما عرفش بس انتو كده عصبتوني فانا لازم اعمل معاكم من جلاشة ايه رايك نشوف بطريقة افضل اه فشغل النورو يجري والتاني بيدرب طب الامر تي انزم بها طيب هلا هوبا ويجيب الشوتجن وهدك يا بوم وهم يجرؤوا مرتي بيروح في عجميلاد بنت ويحتفل بيها فيروح بقى للحرمام عشان يجرؤ احداث اليوم ويظهر هيلي كده ويقول له ما عليش عايزك انا مش هزيك ويفتح باب يقول له يا حبيبي انا خصت السلاح ومعايا اهم ثانية اس سجارة الباب 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 ولكن لف عايزة البس شايفك بالمراية يا وسخ اهه طوز لف تعال اكلمني عايز ايه فيقول له عايزة ادور على ايميليا يحوضوا مع بعض وهيلي يقول له فيه ناس بتدور على ايميليا وعايزين يقتلوها فلازم ندور عليها سوى عشان نحميها ويدي له فلوس يقول له ده الفلوس بقى وهو يواف بيروحوا المكان احتجاج لتلوث الهواء اللي بيحصل وايميليا هي اللي عملته فيسأل مجموعة دي عن مكان ايميليا وهم يقولوا لا ما عليش احنا ميتين فما ينفعش ان نتكلم ايه ده؟ فيقعد ينادي على ايميليا لحد ما واحد منهم بتقول يا حيوان ايميليا مش هنا ايميليا 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 هيا هي حزينة عشان متصاحبها فيقول لهم طمين هيساعدنا وياخد 20 دولار وواحد بيوافق اه مديين تشاد بيوصلهم لبيت دين حبيبها فيلاقوا محروب والتشاد بيقولهم ان الدين ده مخرج لأفلام القفاح وانا بقى اللي بقى اللي بعرض الافلام دي ودين كان عنده قودة كاملة مليان افلام بس ولعت زي ما انتو شايفين مطبيعي يا بيت نجس بيركبوا العربية وهما ماشيين بيلاقوا اعلام في الشارع مكتوب عليه شركة انتاج سيتشادك واللي مثلت فيه مستي فيقرروا يوحوا الهناك وبيعملوا مكلمات عشان يعرفوا ان اعمالية موجودة ولا لا وبيعرفوا انها هتكون موجودة في حفلة معينة بيقول لي بنتو روح نجري بقى لصحبتك باتي عندها لحد ما جيلي ويمشي بالعربية وهو وهيلي ويوصل واول ما بيوصلوا بيسمعها حد في شنط العربية واول ما بيفتحها بيلاقي بنتو ركبت في الاستخبص كده عشان تيجي معها فيمسكها كده ويركبها تاكسي عشان تلف وترجع بقى ندخل بقى الحفلة بيلاقي جميع العاهرين والعاهرات وحاجة اللي بأدب فوفصلك من المودة عشان اقول ان شايفك مبسوط الى حد ما في الفيديو فانزي نعمل لايك وسبسكرايب كده رايق عشان دلعني هدلعك شبرقنا يا شبرقك بينفصلوا عشان يلاقي امالية اسرع فمارش بيروح يشرب ويخربها وهيلي بيوصل لغرفة ويبص على الهدوم جديدة بيلاقي لبس باسم مستي ويلاقي بوكس ويفتح ويشوف نفس الورقة اللي امالية ان قددت هلا مع اسم مكان نروح بقى لمرش هاااا! لق نرجع لهلي ثاني واول ما بيمشي بيشوف هولي ولا لكن لا жить هنا تكون Judaism فtak قال له ماشي ماشي نروح لمارش أخيرا واقف contractor ويروح باذ Barnes advocating هل solventان تجد Fundus واحسوم بيضرحت عليS خد اه خد اه 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 بو Cul معنى أنا كويس وكل ما يقوم بيشوب ابنت بعيدة فتكري حيامليا فهو يطن اكثر من الوعي يدور على مسدسه فالاقى ويوّلع بقى صارة لتخرج هم؟ نحن أزرى بلون السماء دي جذة هلي هلي انزلي فتعل اي Kawi انزلي و اول ما هلي ينزل كان يفتش بقى في جيوبه فيلاقي ان نستشاك فيستغربه إيدي لهوا اي حد اللي هو علقب ايميليا بيموت و يقرروا يتخلصهم الجذة فيشيلوه كده ويحتفوا بكل احترافية حيح أجري أما في الناحية الثانية بتيجي واحدة الهولي وتقول لها أنت بتدور على أماليا أنت مين بقى فبتقول لها أنا أختها الصغيرة أختها يا حبيبتي طب تعالي وصل لك لأختك ويتوديها للباشا اللي راح لهيلي عشان يدور على أماليا فبقول لها أختها ده أنتي جتي من السمع وهي بقى بتحاول بتهرب فالوالا بيشوف أماليا فيطلع المسادش عشان يقتله فبتقفل باب على يدي وتقول لها أماليا اهرابي ومارتش بيجري عشان يشوف فيه فالراجل بيقول له البنت اللي كان في عربية تكرقبت العربية دي فهو يركب ويجري وراهم هلي بقى لسه هيمشي بيلاقي الباشا التاني ويضربوا في بعض دربة عنيف لحد ما يكسبوا يقول له مش عايزة تشوفوا إيش يقالك التاني يقول له ماشي ماشي ولسه هيمشي بيلاقي هولي وإماليا بيهربوا من وولا اللعبة ومارتش من ناحية التانية هيدوس هيدوس لا مايدوسوش الراجل بيحوط على البنتين ولسه هيقتلهم اممم عربية بتدوس فهيلي بيقرب منه يلاقي لسه عايش فما يعجبوش الوضع فقالي يخنقوا بها عشان هو ورق خايم فيموت فشرطة تيجي وتستجعوهم وكله تمام فتدخل عليهم واحدة اسمها تالي وتقول لهم تعالوا معايا رئيسة عايزةكم فيروحوا يلاقي واحدة اسمها جودس شغالة في وزارة العدل وبي معرفة اكتر ام اميليا ابا فيروحوا هناك وتقعد تشكرهم انهم انقذوا اميليا وتطلب المساعدة لان عصابات فيجاس بتحاول تنشر نشاطها الاباحي اكتر فانا بعمل اللي اقدر عليها عشان هوقفهم وانا وبنتي علاقتنا وحشة مع بعض فعشان كده قالت تعنيتني وتشارك فيلم اباحي فانا عايزكم تلاقوها وتحموها ويقول لها بس الكلام مش بفلوس هلازم نقبض وبمبلغ قيمته خمس تلام دولار ها اوكي ماشي ها بتقطع الشيكة بعشرة وتكتب واحد جديد من غير ما هياخد باله وهم بيعودوا يدوروا عليها ويدوروا ويدوروا لحد او مارشي فتكي من الورا انها فندق بربانك وعول ما بيوصلوا بيسألوا على اميليا فيقول لهم لا معلش محتاج الحلاوة الاول ادي ليه فلوس اديك معلومة خد حلاوة اوكي وانت اخد المعلومة هي في الدور اللي فوق بس هو هتطلعوا علشان فيها عصابة فوق وخطيرين جدا ولو طلعتوا هيتعامل معاكم الجلاشة فهيطلعوا بكل شجاعة مجرر الشخص عنده كحة نا مش كحة طب الناحية التانية طب سلام فهيركبوا العربية ويجلوا وبعدها يقفوا في حتة معينة وقصة هالله تنزل في الناحية دي على العربية هاي اميليا اميليا فتوقع على الارض ياخدوها ويروحوا البيت فتسحبها وتقول لهم امي مجرمة وعايز تقتني وهي اللي قتلت دين ومستي قصد كل ده عشان بندهم الاباحية اه بس ده فيلم اباحي لا احنا عاملين فكرة الفيلم مش اباحي بس ياتضمن الاباحية عشان في نص الفيديو هزر فضايح امي وعملاءها فالمهم بيجي مكالما للبيت فمرش بيرد بيلايها تالي فتقول له جوتس تصلت بيا وعايزة مئة الف دولار دلوقتي فتقول له احنا لقينا اميليا وهي تعوينها دلوقتي فتقول له يا راجل ده انا هبعد دكتور العلاج دلوقتي لعندك بس ممكن تسي البيت يعني وتيجي تاخد الفلوس مني وتوديها الجادس وكده فهو يوافق بيوصلوا هناك وتدلهم فلوس وتشكرهم وهم ماشيين مرش كده بيتجنن وعايزين ينال واسحة نهر ازرق بلون السماء وفجأة تتساقط محتوى الشنطة وبينلاقيها ورق مش فلوس فبيعرفوا ان فيه تمثيلية حصلت وعايزين يتخلصوا من اميليا بيحاول التسيب اللي في البيت بس البيت المحنو دي قاعدة بكلاف لفع التليفون الدكتور بيوصل فبتقول له اهلا من دكتور العلاج اميليا جوا تفضل فيعودوا يتكلموا ويتكلموا كده فهي تشك فيه شوية تروح تاخد المسدس وتهدده وهو البيت يحوله بيهمه ويطلع موس الحلاقة وبيهددها جيسيكا بتجري وهيلا هب يا جميل مارش وهيلي بيوصلوا في بلاقي الدكتور اللي مش دكتور طالع فمارش بيسألوا انت سمعت السوط اللي حصل ده ما كنت برمي بنت من الشباك خد يلا هايلي بيكفر مارش وهو بيجري وياخد جيسيكا ويدخل على جوه بيخبيهم في مكان وبيطلع يساعد هالي اميليا بقى مش عجبها الموضوع بتطلع مش شباك عشان تهرأ وهما اللي سبهم متاق يبهم متاق وهيه ولا مارش هاجي السلاع خد هاي ابو شكلك بره بقى الدكتور اللي مش دكتور بيسمع الشرطة جاية فبيركب ويخلع بيشوف اميليا جات له لحد عنده برجلها وبم ماتت غبية بصحيح تاني يوم خلاص البيت متضمر ومقفول فبيقول لبنته لمي حاجاتك هروح نقعد في فندق كم يوم بس وجلين بقى تيجي وتزهر وتلم مارش ومحدش فيكم بيسدقني وبتعط تشرح تاني اللي شافته قد انا كنت ماشية ومستي زهرت قدامي في الشباك ولبسة مخطط فليه بيقول لها اه انا شفت اللبس ده في الحفلة عند ست فمارش بيقول له ايه ده ايوة ده اللبس الفيلم بتاعها قول لك يا حجة وادين البتها اوهما بيوصلوا البيت بيقعدوا يفتشوا وكده ويلاقي بروشيكتر طلع ويقول لها انت فعلا شفتي مستي بس ده الفيلم انت ما شفتهاش بجد والفيلم اللي شفتيه هو الفيلم اللي اميليا والشلة عايزين يفضعوا فيها امها فاميليا قدت النسخة المستي غير النسخة اللي حرقوها بس الفيلم مش هنا هو اتخذ الفندق اللي احنا رحناها بليه كده فحنا لازم يروح يفندق ده وناخد الفيلم وفي نفس الوقت بيكتشفوا المكان اللي كانوا هيعرضوا في الفيلم وهو افتتاح لمعرض العربيات ويوم اللي افتتاحه والنهاردة والشات هو اللي كان هيعرضه بيوصلوا للمكان وبيدوروا ويدوروا وتالي بتدخل عليهم بترفع عليهم السلاح طاك 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 هو اللي بقى بتدخل عليهم على السناية روم سيرفس واول ما تدخل تصب عليها القهوة اه ايه ده ده مش سخنة اه اه انا حسبتها سخنة اوكي سوري عايش يا بنتي يا رفخور بيكي فبتمشي بقى عليهم بس بتتزحلق من القهوة وطاقة الدكتور الفاجر اللي مش دكتور بيوصل للشات ويدديله علقة عشان يعترف لحد ما يعرف ان الفيديو مدمج مع الفيلم اللي هيظهر للناس وهيلي يكتشف كذلك الباشا بقى بينشي المصدس على ظهر بنته ويقول له تعلم عيب الزوم بيطلعوا السطح هو بيقول مثل انه سكران ويعاية علم الكومشي عايزة وطي وديله الباديها متحرج بوم 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 يمسكها لا وينزل وراه شات مين المهندس الفاشي اللي عمل من الصباح ده مفوودي بقى اكبر شوية الفيديو بقى بيشتغل وبيتعرض الفضيحة فالدكتور بقى اللي مش دكتور بيحاول يدرب على المجيكتور عشان ما يكمنش مجد بقى بيطلع ويجري على العربية ويمسك سلاحه واحد المتخلف فتحهينك اللي بتاعب تلف اثنين تلاتة هوب الغيال ويجري وهيلي بيساعدوا بالن naszym الثاني هولي بتطلق عشان تجيب الفيلم فتلاقي ثاني ويتعركواnte عرق Samsung شفار فهول يتلمي الفيلم ت انه بالطور على الارض والكل دائمم يحاول يجيب الفيلم Bouffata بيصفلماً وإنه بقديم والدكتور يدرب ويجري يدرب ويقعدوًا ببعض ضرب فager و losing hisOH وقالوا له انت لا بت finely 3 انا مش هكين المكتيني رايح نيله فبيسيبه مرشي بيمسك الفيلم وهه اخيرا ثم يربحوني بس منعرف انه مش اول يعني ومحدش من الناس دي تحبز بسبب انه مفيش قدلة كتيرة فكانهم ما عملوش اي ستين لازم ولكن انهم عملو الفيلم ده بس الحاجة الوحيدة اللي كسبوها هو كارت جديدة عملو التحقيات خاصة باسم ده ميز جايز وخلص الفيلم على كده ما تنساش تعمل فلو صفحتنا على باية منصات وتعمل لايك الفيديو اللي عجبت وسبسكرايب كده رايق زيك عشان تشوف كل جديد انتشير عشان هتعرف او مشهور وطلعت فيزيون واخر حاجة تبع جادع فاشغل وفعل زر الجرس وبأس كده